أعتقد بأن المغرب له سياسة على مستوى إدماج المهاجرين هذا واضح بودي لمجهود كبير في السنوات الماضية واليوم هناك من يتحدث عن المغرب في شمال إفريقيا وألمانيا في أوروبا بمعنى كتجارب رائدة لا أعتقد بأن هناك تنافس بين المغرب والجزائر ولكن دعيني أوضح هنا أتخوف بأن الجزائر على هذا المستوى تنتقل إلى دولة ميز أو تمييز عنصري هذه المرة الثانية التي تقع فيها على الأقل خلال سنة الكل يتذكر ما وقع في ديسومبر الماضي لما تم تهجير تقريبا أزيد من ربع ألف شخص تم تهجيرهم في شاحنات غير مغطاة نحو تمنرس كان هذا خرق خطير وهذه المرة الثانية تصريح أويحها لا ينم على هذا الأمر يتعلق بقياده في الدولة هذا سياسي كبير لا يمكن أن نقول بأنه شخص يتحدث أو لا يمكن أن نعتبر بأنه حمق سياسي ولكن هذا شخص يتخذ القرارات أكثر من ذلك هنا أميز بين الشعب الجزائري وبين القيادة القيادة تتجه وإذا كانت تبني هذا الموقف من المهاجرين الأفارقة على أساس عدائها للمغرب هذا خطأ كبير يرتكب لأنها تخرق كل اتفاقيات الدولية وكل قواعد القانون الدولي لا يعقل أن يكون هناك اجتماع في نيونيو الماضي بجناف من أجل إدماج المهاجرين بما فيه المهاجرين الذين نسميهم غير نظاميين وأن تجيب عنه الجزائر بهذا الشكل وأحيانا من طرف ما يسمى بمؤسسات حقوقية رسمية في الجزائر هذا خطير جدا في المغرب هناك واضح جدا بأنه تم إدماج وعملية إدماج أخرى يعيش الأفارقة مثل المغاربة بمعنى أن هناك العديد من الحقوق لكن سيد عبد الرحيم التوقيت يطرح تساؤلا ألا تعتقد أن ربما التيار العكسي هو الصحيح بمعنى أن المغرب هي التي تبني سياساتها على حسب ما يحدث في الجزائر ورأينا أن المغرب هو استقبل المهاجرين السوريين الذين بقوا عالقين على الحدود بين الدولتين ولماذا لا نقول بأن الجزائر هي التي تبني موقفا عدائيا للمهاجرين انطلاقا من السياسة التي بدأها المغرب المغرب بدأ سياسة ولم يفكر في الجزائر بدأ سياسة منذ سنوات وهذه المسألة يمكن أن نعتبرها بأنها سياسة خارجية مغرية الجزائر يوم تناقض سياسة كانت تتحدث عن الحقوق وعن الإخوة الأفارقة كل هذه المسألة اليوم هي انتهت أصبحت أساطير وأصبح الأفارقة بأنهم يجبون الأفراد سيرد عليك أستاذ عبدالرحيم أخاف أن تكون جنوب إفريقيا القديمة بمعنى أنها ستصبح جارتنا في شمال إفريقيا جزائر باتت متهمة بالعنصرية نستمع إلى ضيفنا هنا في الأسفل جزائر مواتف إنتهمت خطيرة أستاذ عبدالرحيم طبعا هو هذا لما يكون لسان المخزن المغربي لن نتوقع إلا أكثر من ذلك لكن الجزائر لما يكون لابت رسمي باسم المخزن لن نتوقع منه إلا ذلك ولكن مع ذلك الجزائر أبديت وحة نظرك أستاذ عبدالرحيم لأننا الحمد لله في الجزائر أحرار ننتقض النظام وننتقض السلطة وننقل بموقف إيجابية وغير موافق وسلبية لكن موضوع التمييز هذا أبعد ما يكون للجزائر الجزائر فتح أبوابها للإخوة الأشقالة فارقة الجزائر دعمت دول إفريقية بأكمالها الجزائر وقاربتها في حلول أزمات إفريقية قايمة على العطاء أساسا قبل أن تقدم مقاربات سياسية الجزائر مساعدتها بدون مقابل لا تقوم بالمناولة على دول كبرى بشتدي مواقف تجارية الجزائر دولة مبنية على ثورة يا عبد الله مش مبنية على شيء آخر مش حاب نقوله في الدبلوماسية ولكن الجزائر بهذا الموقع لا يمكن أن تتحول لا تاريخها ولا وطنيتها ولا دينها مهما كانت حمقات البعض لكن الجزائر الرسمية الجزائر الدولة لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء يا سيد الكريم الجزائر تعرف جيدا حقوق الأشقاء الأفارقة وتحرص كل الحرص في المساهمات في الاتحاد الأفريقي في مساهمات في كل مجالات التنمية في الدول الأفريقية في محاربة الإرهاب مع الأشقاء الأفارقة وبالتالي لا يمكن أن تتحول وبالعكس لا يوجد دولة سمحة لهؤلاء الدخول ولحد هذه اللحظة بما رغم وجود هذه النداءات على موضوع الأمن ليس شيء ثاني لم تتخذ أي إجراء تجاه هؤلاء الإخوة بل هم يعيشون في ظروف ظروف عامة صعبة ولكن تقدم لهم المساعدات قدر المستطاع شعبيا ورسميا من خلال مؤسسات الأخير حتى نختم هذا الملف هل ستتعامل السلطات الجزائرية مع هذا الملف على أساس أو وفق مقاربة أمنية أم ستدخل في الاعتبار ينبغي أن تأخذ هذا في الاعتبار وأن لا تنزلق نحو منزلقات تلوث الصورة التي كانت تتمتع بها الجزائر في السابق هذا ينبغي أن يكون مأخوذا في الاعتبار في التعامل مع هؤلاء المواجرين ورائيات الحدد بالتالي ينبغي معالجة الملف بطريقة قانونية وبنفس الوقت تأخذ البعد الإنساني بالاعتبار وتأخذ الصورة التي لدى الأفارقة عن الجزائر بالاعتبار ينبغي أن لا تنزلق الأجنحة المتصارعة في القيادة الجزائرية إلى خطاب شعبوي قد يصب الزيت على النار وقد أيضا يلوث تلك الصورة التي كانت تتمتع بها الجزائر سابقا أستاذ عبد الرحيم كلمة ختام في هذا الملف والبعد القانوني مهم جدا في المسألة في هذا الملف كيف للجزائر التي لا تساعد على استقرار الأوضاع في مالي وترفض الماليين هناك 600 مالي لازال مفقود في الجزائر هل يعقل دولة تتعامل بهذه التنائية المتناقضة تعمل على زعزعة الاستقرار في دول وترفض المهاجرين أيضا هذا خطاب خطير يعني كل المعارضة والسلطة والحكومة المالية تتمن المواقف الجزائرية السياسية وكل المعارضة باستثناء من أجر من المخزن ليقف ضد الاتفاق ليقف ضد الاتفاق الماليين في المبينة هذا كلام العادي المعروف مو تعرض عليه كل الناس لا أنا نتحدث لا أنا نتحدث يا عبد الرحيم لا أنا نتحدث تحدث عن الواقع الجزائر الواقع الجزائر يقول بأن الاتفاقيات لو كانت هناك خروقات لو كانت خروقات ضد المهاجرين في المغرب كنت سأنتقد المغرب ولكن نحن اليوم نستضيفهم أعطيك نتال ونحن كذلك نستضيفهم يا صاحب الكلام وبيعشرات أضعاف موجودين من المغرب عشرات أضعاف تتتتهمون بالأمراض لا لا عشرات أضعاف موجودين مستضافين من الجزائر ولولولي يجدوا الاستخدام الجزائر ودي العناية ويغمت تخبطوا خبط عشواء في هذا الملف تخبطوا خبط عشواء وتصناق لا أود انتقالي لركت خبط خبط حقا من الله يبارك الخبط العشواء يا سيدي نمر إلى منف موريتانيا الآن أستاذ عبد الرحيم ارجوك نمر الى ما